السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغربي وبريطانيا مروكن سنبدأ معكم سلسلة جديدة خاصة بتأشيرات الزواج الخاصة بالمملكة المتحدة حيث سنقدم لكم حلقات عن كل التفاصيل التي تحتاجونها وفي الأخير سنقدم لكم حلقة خاصة عن كيفية التقديم لتأشير الزواج بشكل مفصل ثم بعد ذلك سنقدم لكم حلقات خاصة بتأشير الخطوبة كذلك وكيفية التقديم لها إذن نبدأ مع أول حلقة في هذه السلسلة ونعالج معكم هذه الأسئلة ما هي تأشيرة الزواج؟ كم ستكلف وكم ستستغرق؟ لكن قبل أن نبدأ إذا كنت تشاهد قناتنا لأول مرة لا تنسى الضغط والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أيضا يمكنكم مشاركة القناة مع كل الأشخاص الذين يحتاجون لمعلومات خاصة بتأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية إذن نبدأ مع أول سؤال ما هي تأشيرة الزواج للمملكة المتحدة؟ تأشيرة الزواج هي تأشيرة تسمح للمتقدمين لها بالالتحاق بشركهم البريطاني في المملكة المتحدة لمدة 33 شهرا كما يمكن أن تؤدي إلى إجازة غير محددة البقاء أو ما يسمى بـ Undefinite Leave to Remain وكذلك المواطنة البريطانية أو الجنسية البريطانية Citizenship وذلك في غضون خمس أو ست سنوات وعند هذه النقطة سيتوقف مقدم طلب عن الاعتماد على شركه حتى يبقى في المملكة المتحدة إذن سيمكنه أن يتكفل بأموره شخصياً ولن يكون معتمداً بشكل كلي على شركه إذن كذلك لن يضطر بعد ذلك الحين إلى دفع رسوم التأشيرة الباهظة في المملكة المتحدة إذن كيف يمكن الحصول على الإجازة لأجل غير مسنى للبقاء في المملكة المتحدة أو ما يسمى بـ Undefinite Leave to Remain عبر تأشيرة الزواج إذن ما هو الطريق الذي ستسلكه من تأشيرة الزواج نحو إجازة لأجل غير مسنى للبقاء داخل المملكة المتحدة الطريق النموذجي للحصول على تصريح البقاء لأجل غير مسنى أو Undefinite Leave to Remain عبر تأشيرة الزواج إذن الطريق النموذجي للحصول على تأشيرة أو تصريح البقاء لأجل غير مسنى أو Undefinite Leave to Remain بالنسبة للغالبية العظمى من أولئك الذين يتقدمون في البداية للحصول على تأشيرة الزواج من خارج بريطانيا هو الحصول أولا على تأشيرة الزواج التي مدتها 33 شهرا حيث تمكنك من الحصول على بطاقة إقامة لمدة عامين ونصف بعد ذلك يأتي وقت تجديد هذه الإقامة لمدة 30 شهرا أخرى ثم بعد ذلك يمكن التقديم للإجازة الغير محددة للبقاء في بريطانيا Undefinite Leave to Remain إذن ستزودك تأشيرة الزواج بالخمس سنوات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة وبعد ذلك التقديم على الجنسية البريطانية وهذا هو الحال إذا لم يتم تقديم تمديد تأشيرة الزواج في وقت مبكر جدا أو استفاء متطلبات تأشيرة الزواج الرئيسية في المملكة المتحدة لعام 2022 وعلى وجه الخصوص المتطلبات المالية لتأشيرة الزواج في بريطانيا في عام 2022 ومتطلبات اللغة الإنجليزية أيضا إذا لم يتم منحك تأشيرة الشريك على مصار خمس سنوات وتم إعطائك عشر سنوات بدل هذه الخمس سنوات يجب توضيح ذلك في خطاب القرار الذي ستتلقى إذن السؤال الآخر هل سيستفيد المتقدمون لتأشيرة الزواج من معظم مزايا المملكة المتحدة الجواب لا لن يتمكن المتقدمون للحصول على تأشيرة الزواج من الحصول على أموال عامة أو مساعدات حكومية ويتم تعريف الأموال العامة على أنها أموال خاصة ببعض الفئات المجتمعية والتي نذكر منها مثلا دعم الدخل بدل المعيشة الخاصة بالإعاقة بدل مقدم الرعاية إعانة الإسكان ائتمان ضريبي للأطفال إلى آخره إذن الأشخاص الذين من بينهم دووا الاحتياجات الخاصة disability أو care allowance أو العديد من الفئات الأخرى التي تستفيد من هذه الأموال إذن مقدم تأشيرة الزواج لن يستفيد من هذه الأموال ولو كان داخل إحدى الخانات التي ذكرنا صابعا إذن هل يمكن العمل بتأشيرة الزواج؟ نعم تسمح تأشيرة الزواج للمتقدمين إليها بالعمل في المملكة المتحدة مباشرة بعد وصولهم إلى البلاد وهذه إحدى المزايا التي تتمتع بها تأشيرة الزواج مقارنة مع تأشيرة الخطوبة لمدة ست أشهر والتي لن تسمح على المتقدمين بالعمل في المملكة المتحدة كم ستكون تكلفة تأشيرة الزواج البريطانية؟ تبلغ رسوم وزارة الداخلية لتأشيرة الزواج 1538 جنيها استرلينيا حيث في السادس من أبريل من العام 2022 زادت رسوم وزارة الداخلية بمقدار 15 جنيها استرلينيا لتصبح 1538 جنيها بعدما كانت 1523 جنيها تبلغ رسوم التغطية الصحية أو ما يسمى بـ NHS 1872 جنيها استرلينيا إذن الرسوم الإضافية للتغطية الصحية هي رسوم إلزامية توفر للمتقدمين إمكانية الاستفادة من NHS أو الخدمة الصحية الوطنية بمجرد وصلهم إلى المملكة المتحدة وستغطي هذه الرسوم مدة تأشيرة الزواج كم تبلغ رسوم محامي الهجرة في بريطانيا؟ يتراوح متوسط رسوم محامي الهجرة بين 1500 جنيه استرليني و 4000 جنيه استرليني كم من الوقت ستستغرق تأشيرة الزواج؟ قد يتطلب الحصول على جميع المستندات والوثائق المطلوبة بعد الوقت وقد يستغرق الحصول على شهادات السل واللغة الإنجليزية ما يصل إلى شهر أو شهرين على حسب وقت التقديم لها علاوة على ذلك فهناك بعض المستندات المالية التي قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع للحصول عليها فعلى سبيل المثال قد تضطر أقلية من أولئك الذين يعتمدون على دخل العمل الحر أو دخل الشركة المحدود إلى الانتظار أكثر من عام للحصول على وثائق معينة بسبب الإفرار إلى الاعتماد على آخر سنة مالية كاملة وبمجرد الحصول على الوثائق كاملة والتقديم للتأشيرة سيتطلب الأمر من وزارة داخلية ست أشهر في المتوسق لمعالجة الطلبات أو لمعالجة طلبات تأشيرة الزواج العادية وتجذر الإشارة إلى أن التأشيرات ذات الأولوية أو Priority Service متوقفة حاليا وهذا بسبب الأزمة الأوكرانية مما جعل معالجة التأشيرات العادية يقفز من شهرين أو ثلاث أشهر إلى ست أشهر إذن أصدقائي كانت هذه أول مرحلة في سلسلتنا عن تأشيرة الزواج نلقاكم مع مرحلة أخرى في الأيام القادمة ونتكلم عن العمور الضرورية التي يجب أن تتوفر في مقدم طلب التأشيرة للزواج وحتى ذلك لحين أصدقائي لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وكذلك وضع إعجاب لأن ذلك يساعدنا على الاستمرار شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا